قناة الهدى للإعلام الدعوي تقدم نرحب بالمتتبعين الكرام في سلسلة جديدة بعنوان عبر وبيان من قصص القرآن الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى أله وصحبه ومن ولاه أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء في هذا اللقاء المتجدد ضمن سلسلة عبر وبيان من قصص القرآن قصة اليوم أيها الأخيار هي قصة أصحاب الكهف وهي قصة معلومة عند أغلب الناس الذين يقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى فهي قصة شهيرة نقف معها وقفات يسيرة نتزود من فوائدها ونقف عند عبارها ذكرت القصة في صورة الكهف وسميت الصورة بالكهف لذكر هذه القصة فيها قال الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة فهي قصة فتية في ريعان الشباب وغلبة الشهوة ومع ذلك أعرضوا عن ملذات الدنيا الزائل وآووا إلى كهف هاربين بدينهم وعقيدتهم من وطأة الطغاة وعذابهم ولما كثرت المعاصي ودب الشرك بالله في قومهم تحصنوا في هذا الكهف مختفين ومتوارين عن أنظار قومهم فرفع الله تبارك وتعالى شأنهم وجعل قصتهم تتلى على مر الزمان يعتبر بها كل عاقل ويتبصر بها كل مقموع مضطهد في دينه وعقيدته فما أحوج الشباب المسلم اليوم وسائر المسلمين للاقتداء بمثل هذه المواقف الزكية التي حصلت من هؤلاء الفتية الشباب التي فيها من الصفحات المشرقة والمواقف الرائعة والعبر والعظة والعظات ما يثبت الفؤاد ويثلج الصدر ويسل النفوس ويربط على القلوب برباط الإيمان هذه القصة أيها المباركون جاءت تثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم نزلت لتكون حجة صاطعة تشهد بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لتثبيت قلوب المسلمين المستضعفين والقصة نزلت وما زال المسلمون يلقون أشد صنوف البلاء ويذوقون من العذاب ألوانا وأنكالا ومن الصخرية والاستهزاء أشكالا ومن الصدود والإعراض نصيبا كبيرا على يد الفئة الظالمة الغاشمة فنزلت هذه القصة على قلوب المستضعفين بردا وسلاما تروي شغافها وتقوي دعائمها وتعلي عزائمها وتزيد من صبرها يعني لقد كادت نفس النبي صلى الله عليه وسلم تذهب حصارات وتهلك غما وهما من أحوال قومه الذين جاءهم بالحق المبين لكنهم في غيهم سادرون وفي ضلالهم يعمهون فجاءت القصة لتنبه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إلى أن يترفق بنفسه فإنه يؤدي ما عليه من واجب البلاغ والنصح والبيان والدلالة والإرشاد وأمانة الرسالة فقال له الله سبحانه وتعالى مخاطبا إياه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ويذكره ربه تبارك وتعالى أن الهداية بيد الله يمنحها من يستحقها من عباده وقصة الفتية أصحاب الكهف بدأها الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيتنا عجبا بدأ السياق بهذا الأسلوب الشيق أسلوب الاستفهام التعجبي أم حسبت أي أم حسبت يا محمد قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار ثم بسطها بعد ذلك فقال أم حسبت يعني يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أي ليس أمرهم عجبا في قدرتنا لأن الله سبحانه وتعالى لي يعجزه شيء فإن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآية العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى وأنه على ما يشاء قدير ولا يعجزه شيء في الدنيا كيفما كان نوعه ولا يعجزه أعجب من أخبار أصحاب الكهف كما قال ابن كتير رحمه الله تعالى وذكر ابن جريل رحمه الله عن مجاهد يقول أن المعنى قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك يعني ما هو أعجب من قصة أصحاب الكهف وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى إنما المراد أن جنسها كثير جدا فالوقوف معها وحدها في مقام العجب والاستغراب نقص في العلم والعقل بل وظيفة المؤمن التفكر في جميع آية الله التي دعى الله تعالى العباد إلى التفكر فيها فإنها مفتاح الإيمان وطريق العلم والإتقان ويستفد من هذا إعمال العقول من جهة التدبر والتفكر في آية الله الكونية فكل ما تراه العيون من آية الله عجيب فهناك ما هو أعجب منه فلم يزل الله تبارك وتعالى يري عباده من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين به الحق من الباطل والهدى من الضلال فكم يغفل الكثير من الناس عن النعم الظاهرة والآلاء الباهرة لماذا لكونها مألوفة لهم والتفكر في آية الله الكونية كالجبال والأنهار والأشجار وهو عبادة عظيمة دعانا الله تبارك وتعالى إليها للتفكر فيها والنظر فيها فقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فبالتفكر يزداد الإيمان ويقوى وبالتفكر يقدر الله حق قدره ويعرف الخلق حقيقة أمره وقلة حيلته ومدى افتقاره لربه سبحانه وتعالى والتفكر هو عبادة الصالحين وأولي الألباب كما وصفهم الله سبحانه وتعالى قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النعر وقال الشاعر سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحار والجبال الرواسية سل الروضة مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شادية سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع الحمد سارية فلو جن الليل وامتد سرمدى فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية يعني لابد الإنسان وهو في هذا الكون أن يتفكر في هذه الآلاء وخلق الله وعظمته لأن الله سبحانه وتعالى عظيم وخلقه كذلك عظيم في أنبغي الإنسان أن لا يغفل عن هذه العبادة العظيم وهذا من فوائد الآية التي تنبه إليها أن العبد لا ينبغي ولا يصلح ولا يليق به أن يغفل هذا الجنب هذا الجانب العظيم من باب العبادة وأما قوله تعالى الرقيم فإن الرقيم اختلف فيه على أقوان قيل الرقيم هو اسم الواد الذي فيه كافهم أي كاف أصحابه الكهف وقيل هو اسم الجبل الذي فيه الكهف وقيل هو اسم للقرية التي خرج منها أصحابه الكهف وقيل الرقيم هو لوح كتب فيه أسماء أصحاب الكهف وهو قول قال به سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال الرقيم لوح من الحجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضي على باب الكهف وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال الرقيم هو الكتاب ثم قرأ قبل الله تعالى كتاب مرقوم وهذا هو الظاهر من الآية وهو اختيار ابن جريد قال الرقيم فعيل بمعنى مرقوم كما يقال للمقتول قتيل وللمجروح جريح والله تعالى أعلن وهؤلاء الفتية أيها الإخوة الكرام ابتلوا في دينهم والفتنة في الدين من أشد الفتن وأعظم المصائب التي قد يصاب بها العبد أن يبتل في دينه ولذلك كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولكن الواقع اليوم أن الواحد قد يبتل في دينه ولا يهتم للأمر كثيرا بل من الناس من يقدم تنازلات في دينه من أجل دنياه لماذا؟ لأن وقع المصيبة في دينه في دنياه لأن وقع المصيبة في دنياه يعني يكون أشد عليه من وقع المصيبة في دينه أو لأن وقع المصيبة في الدنيا عليه يعني أشد من وقع المصيبة في الدين يعني يستهين بالمصيبة إذا وقعت له في دينه أكثر مما قد يستهين بها في الدنيا وقد يتألم بالمصيبة في الدنيا أكثر مما يتألم بها إذا وقعت له في دينه لأن فطرته انتكست والقلب أصبح مريض به عيلة لنشتى ولكنه لا يلقي لها بال وليهتم بها وليستشعر لأن القلب أصبح مريض أو شبه ميت من صح التعبير وقال حاتم الأصم رحمه الله تعالى قال مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا وذكر رحمه الله تعالى واقعة قال ولقد ماتت لي بنت فعزاني أكثر من عشرة آلاف وفاتتني صلاة الجماعة فلم يعزني أحد لماذا لم يعزي أحد لأن فوات الصلاة الجماعة هي مصيبة في الدين لكن موت الموتى البنت هي من مصيبة الدنيا يعني سبحان الله هذا الأمر ليس به بجديد بل هو قديم جدا لأن حاتم الأصم هذا القرن الثالث الهجري توفي رحمه الله سنة سبع وثلاثين ومئتين من هجرة النبي صلى الله وسلم يعني الأمر كان قديم وليس بجديد في إنسان ينبغي دائما أن يهتم بأمور دينه ومصائبه ونواقص دينه لكي يصلحها أكثر من مصائب دنياه ونواقص دنياه التي هي يعني كفما كان الحل فهي فانية أما الدين فإنك تمضي به إلى الله سبحانه وتعالى وتلقى به ربك سبحانه وتعالى فهؤلاء الفتية اجتمعوا على الخير واجتمعوا على الحق والتوحيد لما رأوا اضطهاد قومهم وأنهم سيحملونهم على الشرك بالقوة فآثروا الفرار بدينهم واسترخصوا كل شيء في سبيل النجاة بدينهم واعتزلوا قومهم وآووا إلى الكهف أو إليهم تركوا الدنيا يعني باعوا الدنيا واشتروا الآخرة لأن الآخرة هي دار البقاء وقال الله سبحانه وتعالى إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قوله تعالى إذ أول فتية هنا إشارة إلى الأخذ بالأسباب وأن الأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل على الله تبارك وتعالى بل هو من التوكل فقوله تعالى إذ أول فتية إلى الكهف قوله آوى يدل على انتقالهم وبحتهم بالمكان إلى مكان يأمنون فيه على دين معاقدة وهذا فيه سعي وأخذ بالأسباب وأما قوله تعالى الفتية فإنه يدل على قلة عددهم وعلى حداتة سنهم وتقارب أعمارهم وأنهم شباب فتية أنهم شباب ولا يخفى عليكم الحال التي يكون فيها الشباب من غلبة الشهوة والإقبال على الدنيا ومع ذلك صبروا وتمسكوا بدينهم وذكر في بعض روايات لهذه القصة أن هؤلاء الشباب أو هؤلاء الفتية كان أهليهم من عليات القوم وعندهم المال والجاه وكل ذلك لم يغرهم ولم يثني عزيمتهم بل ثبتوا واختاروا ما عند الله تبارك وتعالى ولم تغرم تلك الأموال وذلك الجاه ومكانتهم في قومهم في العادة أن الذي يكون له مكان عالي في قومه يكون يكون شيئا ميسر له ويقول فيسمع له ويفعل ويتربى على فعله ولا يعني عنده إشكال ومع ذلك لما امتلأت القلوب الإيمان وعظمت رب العزة والجلال وتبت على التوحيد كان الشأن شأنا آخر وهذا الموقف من هؤلاء الفتية تذكرنا بالصحابي الجليل المصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي نشأ في مكة شابا وسبحان الله وهذه فائدة استقرأت التاريخ ورجعت إلى جميع المواقف التي وقعت لبني إسرائيل وغيرهم من القصص الماضية السالفة ورأيت من هؤلاء الأقوام بل وقف وقفة يعني يحمد عليها ووقفة ذكر الله الزل وعلا له إياوتيك الوقفة إلا وجدت مثالا من الصحابة وقفة بثل تلك الوقفة وأفضل ومن شاء أن يستقرأ التاريخ فليقرأ والآن نتحدث الآن نحن عن الفتية أصحاب الكهف والمثال الموافق الآن ذكرنا مصعب بن عمير رضي الله عنه مصعب بن عمير نشأ في مكة شابا جميل المطرفا كما حالوا هؤلاء الفتية مطرفا يرتدي أحسن الثياب ويتعطر بأفضل العثور حتى كان إذا مر كان له عطر خاص حتى إذا مر من مكان دون أن ترى إذا وجدت ريحه وعطره يقال أن مصعب بن عمير مر من هنا لأن كان له عطر خاص وكان رضي الله عنه من زينة شباب قريش إلا أنه لما بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام حتى أسلم سرا في دار الأرقم بالأرقم خوفا من أمه أم خنساء بنت مالك العامرية وخوفا من قومه فكان رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام وكان أول سفير في الإسلام أبل بلاء حسنا لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلم على يده خلق كثير في المدينة هؤلاء والإخوة الكرام هم القدوات الحقيقية يا شباب المسلمين هؤلاء هم القدوات الحقيقية هؤلاء هم الذين ينبغي أن نهتم بسيرهم وأحوالهم ونقتدي بهم لا بالتفهين الذين لا قيمة ولا وزن لهم في ميزان الشرع ولأريد أن أنسى نفسي وأبدأ استطرد في مواقف مصعب بن عمير رضي الله عنه وإنجازاته لأنه لسهو موضوع الحلقة إنما وفقت استطراض وضرب لمثال لأحوال هؤلاء الشباب ومرحلة الشباب هي مرحلة مهمة باعتبارها مرحلة عطاء وحيوية وبناء وما أجملها من فترة حين تكون في طاعة الله تبارك وتعالى وحين ينشأ الشاب نشأة في رحاب القرآن ويحيي حياة إيمانية بين دواوين السنة وبين الكتاب فيعيش ويذوق هذه الحلوة فإن جزاءه يوم القيامة عند الله أن ينعم بظل الرحمن الذي يكون العبد يومئذ أحوج ما يكون إليه لما تدنو الشمس من الرؤوس ولا يخفى عليكم حرارتها في الدنيا فكيف بحرارتها في الآخرة فهؤلاء الشباب الذين نشأوا في طاعة الله يضلهم الله تبارك وتعالى في ظل يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله كما في الحديث الصيحة الذي رواه الإمام البخاري في صحيحي فالشباب عنوان الأمة فإذا أردت أن تعرف ما هي الأمة وحقيقة أمرها فلا تسأل عن ذهبها ولا عن رصيدها المالي ولكن انظر إلى شبابها فإن رأيتهم شبابا متدينا فاعلم أن الأمة جليلة وأن الأمة شأنها جليل وعظيم وقوية في البناء وإذا رأيت شبابها هابط الخلق منشغلا بسفساف الأمور يتساقط على الرذائل كما تساقط الدباب على الأزبال أعزكم الله فاعلم أنها أمة ضعيفة مفككة سرعان ما تنهار أمام عدوها فالشباب هو عنوان الأمة الشباب عنوان الأمة كلما كان الشباب صالحا كلما كانت تلك الأمة قوية وعزيزة والشاهد أن وجه الشبابين مصعب بن عمير وهؤلاء الفتية هو مخالفة رغبة قومهم من أجل مرضات الله تبارك وتعالى ومن الفوائد والعبر المستفادة من خروج هؤلاء الفتية واعتزالهم في الكهف جواز الفرار بالدين والعزلة حين تشتد الفتن وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فارا بدينه إلى المدينة بعدما أمر بالخروج وكذلك الصحابة ردوان الله عليهم هجروا إلى الحابشة مرتين ثم إلى المدينة هجروا رضي الله عنهم أوطانهم وتركوا أرضهم وديارهم وأهليهم وأولادهم رجاء السلامة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مالي المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحي والناس طبعا الناس يختلفون في مشروعية الاعتزال فمن كان قوي الإيمان يؤثر في غيره دون أن يتأثر بهم فالمستحب له أن يخالط الناس ويؤثر فيهم بالخير ما استطاع إلى ذلك السبيل ومن كان ضعيف الإيمان لا يؤثر فيهم ويخشى على نفسه الفتنة بهم وضياع دينه وإيمانه فالمستحب له أن يعتزل وأن يفر بدينه ثم قال الله سبحانه وتعالى فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بعد الأخذ بالأسباب لم يتكلوا على هذه الأسباب وإنما وكلوا الأمر إلى رب العزة والجلال بدالي لقولهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وتبرأوا من حولهم وقوتهم ورأواني وكلوا الأمر إلى الله تبراك وتعالى وأظهروا الافتقار لله في الدعاء والرحمة هنا جاءت فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة الرحمة هنا جاءت نكرة تدل على حاجتهم إلى عموم رحمة الله تبارك وتعالى وهيئ لنا من أمرنا رشدا أي يسرنا الأسباب الموصل إلى الرشاد والرشد فهم يسألوا الله عز وجل أن يعينهم وأن يرشدهم إلى طريق الهداية والنجاة وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث بصر بن أبي أرطأ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان يدعو اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خيزي الدنيا وعذاب الآخرة وهذا يعني من دعاء الصالحين إنسان هو أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل أو أراد حاجة من ربه تبارك وتعالى وهو الغني فإنبغي أن يحسن الألفاظ وأن يعني يتفنن في ذكر هذه الألفاظ يعني وليبدأ إنسان يتكلم كلاما عادي كما يتكلم مع الناس فإنه يخاطب الله عز وجل فإذا أردت أن تسأل أحدا من البشر مسألة خاصة فإنك تختار الأوقات وتتزين وتتجمل وتذكر يعني جميل العبارات بأرقها وجمالها فإنها في هدم على الله عز وجل من باب أولى وكان دعاء الفتية دعاء خالصا صادقا من قلوب خالصة ونفس زكية تجهر رحمة ربها وتتلمس رشده فكانت النتيجة أن عمهم الله بفضله وشمالهم برحمته وأحاطهم بعنايته وأنجاهم من القوم الظالمين صلى الله عز وجل كذلك أن يسر أمرنا وأموركم ويستجيب دعوتنا دعواتنا ودعواتكم ويفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير فاستجاب الله عز وجل لهم وأنجاهم وكيف أنجاهم الله تبارك وتعالى هذا ما سنقف معه إن شاء الله جل وعلا في اللقاء المقبل بحوله وقوته فكونوا في الموعد إن شاء الله واللقاء المقبل يكون هو الجزء الثاني من قصة أصحاب الكهف دمتم في رعاية الله وحفظه وكنفه وإلى اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته